إلى ذلك حث الشيخ أحمد عطية المواطنين على أن يكونوا عونا للدولة ولأجهزتها الأمنية ولقيادة المحافظة في مهمة الحفاظ على أمن شبوى واستقرارها وحذر الشيخ أحمد عطية من خطورة الثارات والصراع بين القبائل وقال إن آخر إحصائية تؤكد أن في شبوى وحدها خمسين قضية ثأر ودع الشيخ عطية كافة المكونات الدعوية في بيحان إلى أن يجتمعوا لكتابة ميثاق شرف على أن لا يعتدي أحد على مصلى أحد وأن يكونوا قدوة للناس الرسالة الثانية لنا كمواطنين أن نكون عونا للدولة ولأجهزة تلهمنية ولقيادة المحافظة في الحفاظ على أمن شبوى واستقرارها وما حق جلدك غير ظفرك إذا لم نتعاون نحن فلن تنزل ملائكة من السماء تحل لنا مشاكلنا على الإطلاق أما الرسالة الثالثة فأقولها لأبناء هذه المحافظة وأخص بالذكر القبائل المتصارعة هل تعلمون يا أبناء شبوى أن آخر إحصائية أن عدد الثارات في هذه المحافظة خمسين قضية الثار خمسين قضية الثار في شبوى لوحدها الثارات يتمت أطفال رمبلت نساء أخلت قرى من ساكنيها أوجدت مقابر جماعية مزقت النجيس النسيجي الاجتماعي على ماذا هذه الثارات شكرا